بسم الله الرحمن الرحيم معكم الطالب أحمد بصبوس طالب هندس الطاقة في الجمال الألماني الأردنية سأكون معكم في السلسة شروحات لمادة وإن شاء الله أن يكون الشريح كافي سأحاول قدر المستطاع أن يكون الشريح كافي مع حل أمثلة مع إعطاء واجبات على أساس تمكن المادة في الدماغ تمام حل نبدأ مادة الأبلايد طبعا مادة الأبلايد مادة جميل جدا وممكن تنزل علامة يعني شغل رفع معدل وهي عبارة عن شغل جديد حلو يعني يعني مش معتادة طبعا هي مادة يعني ماذا ستكون بشكل عام لكن تختلف عن كاكل أسوان وكاكل أستو وأنها فيها أشياء جديدة وفيها أشياء يعني أول مرة تقريبا متمر عليكم طيب أبلايد ما سنبدأ طبعا أول شغلة بشغلة اسمها الكمبليكس نمبر طبعا الكمبليكس نمبر جديد هو تقريبا تتمحور حول المادة هيضل معنا تقريبا من أول مادة لآخرها هيمر علينا الإشياء شو لكم بليكس نمبر طيب قبل ما نبدأ بلكم بليكس نمبر خلينا نأخذ المقدمة بسيطة لما يجي يحكي لنا مثلا يعطينا إكواجين إكس بلاس ون إز إكوال تو زيرو كده نحل الإكواجين تنحل بكل سهولة هتنتقل الواحد هناك مع عكس إشارة هتصير إكس إيكوال نيكاتف ون طبعا نيكاتف ون تنتمي للريال نمبر معروفة هاي الشغلة طيب نأخذ إكواجين أصعب شوي مثلا حكينا 2 إكس ماينس ون هي مش أصعب يعني بس مقدمة هتصير 2 إكس إيكوال تو ون هتصير إكس إيكوال تو هالف طبعا برضو تنتمي لأر لحد الآن أمور واضحة طيب برضو إكواجين أصعب شوي حكينا إكس سكوير ماينس 2 مثلا إز إيكوال تو زيرو هيطلع معنا إكس إيكوال تو تو سكوير إكس إيكوال بلس ماينس سكوير روتوف تو طبعا برضو سكوير روتوف تو ينتمي للريال نمبر يعني بس ماينس تنتمي للريال نمبر لحد الآن ما في إش جديد كل إش اللي المتعامل فيه بالريال نمبر طيب متى ممكن يطلع عنا إش جديد طيب على سبيل المثال أخذنا إكواجين إكس سكوير لس ون إز إيكوال تو زيرو حس الإكواجين لزي هيك لما كنا نأخذها بكالكولاس 1 وكالكولاس 2 كنا نحكي إنه بكالكولاس 1 مرت كثير بكالكولاس 1 يعني معروف في هذه الحالة لكن عندنا بالأبلايت الإش اللي جديد إنه حيكون لها سوليوشن طب كيف حيكون لها سوليوشن حسنا نعرف مذكرين آي فيه إشي اسمه كومبليكس ننبر طيب كومبليكس ننبر عن إيش بحكي كومبليكس ننبر بكون على الصورة A بس E I حسنا H A و H B و H I A منسمي الريال بارد B I مع بعض منسميهم الريال بارد شو يعني ريال بارد ريال بارد يعني آيه هو عبارة عن ننبر عدد وهذا العدد ينتمي للريال نمبرز هسه هون B I imaginary بارد طبعا B I لا ينتمي للريال نمبرز طيب بما أنه مش ريال نمبر شو هيكون هيكون عبارة عن imaginary يعني هو الاشي الوحيد اللي بميز كومبليكس نمبر عن باقي الأعداد طيب هسه ورح نبلش نوضح بال كومبليكس نمبر وبعدين هنحل هاي اكواجين مش رح ننساها طيب نبدأ نيجي نطبق مثال على كومبليكس نمبر مثلا عكينا X square plus 1 is equal to 0 كنا نحلل يعني قبل شو حلينا بسيطات X plus 1 to X minus 1 equal to 0 لكن حاليا عنا X square plus 1 equal to 0 طيب هاي كنا نحلها هاي عادة زي ما حكينا الكالكولوسنو 2 ما كنا نعرف نحلها ما كان لها حل اصلا هتصير X square is equal to negative 1 هيك طريقة الحل عنا هتصير X equal square root of negative 1 حد الان هيك موضوعنا تمام احنا هيك من حل لكن هذا الموضوع الكالكولوسنو 2 ما كان لها تصريف عنا كانت مش نمبر يعني فتم اختراع نمبر بسمو الكمبليكس نمبر اللي هو I is equal to square root of negative 1 بمعنى I square is equal to negative 1 وهذا الاشي الجديد بالapplied يعني اشي جديد وحلو وأظن ما عمره مر علينا بالكورسات اللي قبل هيك طيب شو بدنا نعمل فيه هسا الحل اكواجين ثانية قبل ما نتعمق أكثر طيب كيف هنحل هاي عادة احنا كنا نحلل نحلل على الطرق اللي بنعرفها ويطلع معنا حل طب قبل ما نحلل عشان نعرف اذا هي بتتحلل او لا او هي مربع كامل كنا نستخدم شغل ما نسميها مميز طبعا المميز اللي هو equal بي سكوير ماينس فور ا سي طبعا زي ما نتذكر عشان تذكير سريع لأنه الشغلة هاي مهمة نسمي مثلا شو قلو اسم نسميه ام مثلا ام ايكوال هاي اذا كان ام ايكوال زيرو عندك ام ايكوال زيرو وام ايكوال زيرو طيب بكل حالة شو كنا نعمل هاي حالي number one حالي number two حالي number three بالحالة الاولى ام greater than zero كان لنا two solutions تمام بالحالة الثانية طبعا two real solutions بالحالة الثانية ام ايكوال زيرو كان لنا one solution طبعا one solution وهي طبعا معادلة تربعية شو يعني هذا الحكي يعني انه مربع كامل يعني يعني هيكون قوس واحد وعليه تربع عشان هيكون one solution طيب بالنسبة للحالة الأخيرة انه M list than zero طيب M list than zero شو بتعني هاي الحالة كانت تعني سابقا كالكولاس one وكالكولاس two كانت تعني انه no solution لكن هون تعني لنا حكي آخر بتعني انه complex solution يعني هيكون في آآ solution لكن solution هيكون not real هيكون complex وهذا الحكي هنشوفه تقريبا بالاكواجين هاي هسا منحاول نحل هاي الاكواجين ونشوف شو بتطلع معنا طبعا القانون هذة مهم الصفحة الجاي رح اكتب قانون هذة و القانون الثاني اللي رح يلزمها طيب هسا بالنسبة للاكواجين حكينا عنها هي x square less x less one is equal to zero القانون العام فيه قانون اسم القانون العام اللي هو بحل المعادلات التربيعية بساعدنا على حلهم كل سهولة شو هيكون القانون تعه هيكون طبعا هيكون مميز هون تحت square root هو b square minus four a c طبعا لو منلاحظ انه موجود تحت square root هسا سب وضح طبعا هن في plus minus plus minus عشان نكون في two solutions طبعا تحت over two a وهون negative b negative b plus minus square root m اللي هو b square minus four a c over two a x equal هاد حيكون solution بداية نقدر نعرف اذا هو complex او real two real solution او one real solution عن طريق المميز لحاله نبدأ بداية خفيفة طيب كيف هنطلع المميز زي ما حكينا القانون بيحكي انه m اللي احنا عبرنا الرمز عنه equal b square minus four a c طبقوا هاي الاجواجين طبعا a هيكون لهو معامل x square معروف في هاي b معامل x و c لهو constant تمام اذا شو هيطلع solution b square b is equal to one اذا one square minus four ضرب a اللي هي برضو ضرب c اللي هي برضو one شو هيطلع الناتج one minus two which is equal to negative one اذا m less than zero شو بعني هذا الحكي انه m less than zero بعني انه solution هيكون not real complex اذا عرفنا انه complex انه صريح نحيكون complex قبل ما نحل الاكواجين طيب اسا نحاول نحل قلون بحكي x equal negative b plus minus square root m over 2 m طيب which is equal حكينا b one حتكون negative one plus minus plus minus two solutions plus minus square root of m m طلعنا هون negative one negative one over two a اشل two a two time one negative one plus minus شو square root of negative one حكيناها بالصفحة الماضية اي over two يعني minus minus i over two اذا كنا حلينا الاكواجين بالcomplex number اذا زي ما حكينا ما كان لها solution كالكولاس 1 وكالكولاس 2 لكن بالapplied عنا solution طبعا لمحة سريعة عن الcomplex number complex number لما يدخل على اي function تقريبا بيكسر القواعد الموجودة بالfunction على سبيل المثال لما حكينا انو الدومين تاع square root الدومين بيبدأ من zero وبانتهي عند الانفينيتي يعني x من zero لانفينيتي هذا هو الدومين ما بقدر نحط ايشي داخل ال function مش من الدومين طيب شو اصير لو حطينا وكسرنا القاعدة وحطينا عدد مش منها مش من ضمن الدومين بداخل هذا ال function هيطلع عنا الكمل اذا الكمل بعد ما عملنا كسر لقوانين ودومين ال function طلع عنا الكمل وحيكون باكتر من حالي مش بس عال square root باكتر من function نفس الاشي اذا كسرنا القواعد حيطلع عنا كوملينكس فالكمل هيكون يعني حل لكسر القواعد مشكل عام طبعا له استخدامات عملية كثيرة مش هنتطرق لها لكن حاببا بيين انو مش هلفاضي يعني حطينا الكمل طيب نوخد كمان كم ايكواجين او بعدين نبدأ بالموضوع اللي بعده طيب شوفي عنا ايكواجين ثاني مثلا ممكن اعطيك انا كوملكسامبر احكي لك المثال بسيط انو حكيت له z is equal z بعبر عن كوملكسامبر اسم لكوملكسامبر is equal to مثلا negative 2 plus 3i تمام طلقت منك طلع لي زي 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 ز و i m ز زي 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 طبعا السؤال هذا وارد كثير وبيجي من المتحنات كثير كثير طبعا مش بها السهولة بيجي بيجي أصعب شوي وهسا راح نشوف الأسئلة الأصعبة طيب السؤال شو هيكون الريال بارت بنسبة لزت الريال بارت هيكون negative 2 اذن is equal to negative 2 طبعا الموضوع بسيط جدا طيب لو حكينا مثلا اليماجيناري بارت ايماجيناري بارت شو هيكون هيكون مش هيكون 3i هيكون بس 3 اللي هو بي زي ما حكينا بالصورة العامة انه a plus bi هيكون بي يعني equal to 3 طيب هذا مثال بسيط طيب على نفس السؤال هاطلب منك find يعني نعتبر انه هذا ايه هذا السؤال بي طيب مثلا find الريال بارت ايش لزد لزد سكوير مثلا زد سكوير نصعبها اكتر .i نفسه نبدأ اليماجيناري بارت لزد سكوير طيب كيف راح نتعامل معه ها كل سهولة اوضوع سهل ومش طعب لكن بس ازيادة حكي هون طلبنا الريال بارت لزد هون اماجيناري بارت لزد هون لزد سكوير .i بداية ننطلع زد سكوير بعدين نعملها .i بعد هيك الناتج لمنتج لنا نأخذ الريال بارت له بشكل سريع زد سكوير زد equal to negative 2 plus 3i صح هاي زد طيب زد سكوير equal to a negative 2 plus 3i سكوير طيب نطلع زد سكوير اول زي ما بنعرف هيكون طبعا اول تربيع زائد اثنين ضرب الاول ضرب الثاني زائد الثاني تربيع يعني هيكون negative 2 square plus 2 negative 2 2 في 3i plus 3i سكوير طبعا بدو تركيز الحل ما بدو بساطة بشكل سريع negative 2 square حيطلع 4 طيب بعد 4 plus 2 negative 2 negative 4 ضرب 3 negative 2 i هسه هون 3i square شو هتصير بدها تركيز الاي سكوير ما هتكون واحد هتكون negative 1 اذا ثري سكوير هتكون 9 والاي سكوير هتكون negative 1 اذا minus 9 اذا الناتج بشكل هام هيطلع زد سكوير is equal to 4 minus 9 هي negative 5 minus 12i ايه زد سكوير هسه احنا مش بدنا زد سكوير بدنا زد سكوير دوت اي هتكون زد سكوير دوت اي في شعوي negative 5 5i negative 12 i square اللي هي equal negative 5i بعد نضربنا الاي طبعا plus 12 هاي الصورة اللي عمنا طلعت او مغلل شوسع كتير بس اظنى واضح واحدة اللي حالة طيب هسه بدنا نطلع ال imaginary part وال real part اذا هحيكون عجنب real لا زد سكوير دوت اي شو هيكون equal الريال نمبر هون هو إيكول 12 هيكون إيكول النيكاتيب 5 اللي هو البي اللي هو معامل I هيك مكون نحل السؤال بكل سهولة طبعا أفكار هاي واردة واردة جدا بأسئلة الدكتور طيب سندخل على موضوع جديد يعني تقريبا على الموضوع الماضي كأمثلة تقريبا ننتهينا ندخل على موضوع جديد مش موضوع جديد هو نفس الموضوع يعني لكن كأفكار جديدة الفكرة بيحكي لنا أنه بدنا نعمل simplify بدنا نعمل تبسيط لكمل اكستمر معين على أساس بعد ما نعمل له simplify يوصل للصورة اللي هي A plus BI simplify طيب مثلا أول example شو هيكون مثلا حكالنا I plus 3 over 2 minus I الآن هناك شيء غريب مميز أنه هناك complex بالبسط وكملكس بالمقام طيب عشان يكون على الصورة A plus BI ما بدنا يكون فيه complex بالمقام كيف هنتخلص من الكملكس اللي بالمقام كيف يعني شو أفكاركم الفكرة تقريبا قليلة من أفكار كاكولاس 1 إنه بدنا نستخدم الكونجيات اللي هو المرافق طيب المرافق هنستخدمه للبسط ولا للمقام ليش نستخدمه للبسط البسط إحنا بدنا إياه فهنستخدمه للمقام يعني حتصير لنا I plus 3 over 2 minus I conjugate هيكون 2 plus I over 2 plus I ثم بعد يسميليفاي هاي شو هيصير لنا I plus 3 حضل زي ما هي منضروبه بال 2 plus I over I 2 minus I في 2 plus I شو هيكون الناتج هنحاول نحلها بعدها نحط زي الصغة عامة بالنسبة لها هيكون طبعا لما نضروبه يقص هنا ببعض هيكون الأول سكوير اللي هو 2 سكوير هيكون عندنا الأول بهاب الثاني بهاب يعني يعني حيطلع ناتج إيش طبعا هاي حيطروا مع هاي والآي سكوير حيطلع نيكاتف ون نيكاتف مع نيكاتف حيطلع بوزتف إذن بلاس ون حيطلع الناتج بالأخير طبعا نضرب الأقواس هاي حيصر لعنا بالنهاية حيطلع معنا حيطلع طيب بالآي سكوير شو هتطلع نيكاتف ون نيكاتف ون بلاس سكس حيطلع بلاس فايف اوبر فايف إذن ناتج كامل حيطلع اي بلاس ون وهيك بكون على صورة اي بلاس بي اي وبكون انتهى الحل طيب حاليا هنكمل اللي بلنا وحنوخد كمان كم مثال على نفس الموضوع هنوخد سمبليفاي للكمبليكس يعني عساسا نطلع على الصورة بالفورم اي بلاس بي اي تمام مثال آخر حكى أنا مثلا طبعا خلقكم السؤال هيك سمبليفاي بين قسين فايف اندفون اي بلاس بي اي تمام ناخد اول فرع ناخد اكثر بمثال بشكل سريع على سبيل المثال حكى لنا اي سكوير سهل هذا طبعا اي سكوير شو حيكون حيكون نيجاتي فون طيب بي اي قوة 75 طيب اي قوة 75 هي بشكل عام بسيطة اي سكوير ايكون نيجاتي فون تمام طيب يعني كل اي سكوير حتكون نيجاتي فون طيب حسا عنا هون اي تذبور سيفنتي فايب حتكون اي سكوير اي سكوير بالأخير سيكون في i إذن ما ستكون real ستكون complex الcomplex سيكون i بالنسبة للreal number اللي هو ال-b يعني اللي يكون معامل ال-i سيكون طبعا سيكون 1 أو negative 1 كذا نعرف إذا هو 1 positive أو 1 negative حسنا لدينا ستكون i square بi square يعني negative 1 ضرب negative 1 ضرب negative 1 طيب يعني سيكون i square to the power is في هنا i يعني نحن نعمل تبسيط إليها simplify ستكون i square كم مرة سنعمل i square هي ستكون i to the power 74 بمعنى أن نأخذها i square to the power is ستكون 74 over 2 طيب طبعا دوت i يعني i square ستكون negative 1 74 over 2 شو ستكون 35 plus 37 dot i لحد الآن تمام من الأمور تمام طيب negative 1 to the power odd يعني سيكون odd number power negative 1 أكيد سيطلع negative إذن سيطلع الناتج negative i وسط الفكرة طيب نأخذ مثال آخر عن نفس الفكرة حكينا مثلا i to the power 30 39 كيف سنحلوه نفس ما حكينا سيطلع عنا بداية i to the power 38 dot i سنجعل الpower يكون even مضروب بi عساس أنه even سيتحول ل i square اللي هي تطلع ل negative 1 طيب حنحولها كمان مرة بالنسبة i square to the power يعني حتصير i square to the power 38 over 2 30 فيها 15 يعني بطلع 19 بالأخير dot i تمام نفس المبدأ negative 1 حتطلع لها i square negative 1 to the power 19 dot i برضو حتطلع negative i ممكن حتطلع positive i إذا كان الpower اللي هون even يعني negative 1 to the power even هيطلع positive 1 باتمنى تكون وصصة الفكر طيب نكمل مع أمثلة عن نفس الموضوع simplify طيب أخذ أكثر من مثال على الموضوع هات نأخذ عن موضوع الconjugate وعن موضوع الpower وعلى هاي الموضوع يعني لازم نتمكن منها فنحل عليها أكثر من سؤال موضوع الأول مثال الأول يعني حكينا one plus i over two plus three i حنحلهم هذول المثال الثاني حكينا مثلا two minus four i over i نحاول نحلهم الاثنين بداية السؤال الأول زي ما حكينا دائما إذا شفنا عنا بصف مقام وطالب مننا simplify شو حنعمل حنعمل الconjugate للمقام على أساس البصف يظل حاله ونضرب البصف ببعضه أساس يطلع معنا على الصورة العامة اللي هي a plus bi طيب إذن شو حيكون الconjugate هيكون أن one plus i له السؤال نفسه one plus i over two plus three i الconjugate two minus three i over two minus three i شو حيطلع السلويوشن one plus i two minus three i over طبعا أنا حكيت لكم أنه في سؤال أول سؤال حلينا على موضوع الconjugate حكينا أنه ضربنا المقام ضربنا زد الconjugate سيكون إلى صورة عامة لكن حليت بطريقة مبسطة أو طريقة مبسطة طريقة مفصلة هناك هنا سأعطيك الصورة العامة أنه أي عددين أو أي عدد complex number ضربته بالconjugate سيكون على الصورة أنه الأول ثاني سكوير يعني a سكوير بلس b سكوير سأكتبها ملاحظة بعد شوية يعني ستصير a سكوير اللي هي two ستصير four plus b سكوير b اللي هي 3 مش 3i ب 3 لحالها يعني plus three سكوير يعني بشكل عام سيطلع الناتج بعد ننظر بالبسط سيطلع two minus three i plus two i plus three over four plus nine اللي هو 13 يعني الناتج two plus three five five minus i over 13 يعني five over 13 minus i over 13 لازم نبسط البسط نفس البسط عشان يطلع a plus bi تمام بالنسبة للسؤال البعدي بالمقام لازم نضغب كونجيغات لانه بسط مقام زي ما حكينا طيب لكن حاليا الكونجيغات عنا غريب يعني بس i ما في عنا اشي بلس i لا بالعكس موضوع سهل عنا اشي بلس i ليش ما نحط zero بلس i يعني هتصل لنا two minus four i over zero plus i شو هيكون الكونجيغات zero minus i over zero minus i اللي هو negative i يعني دايما اذا كاننا بالمقام i هيكون الكونجيغات تاعه negative i يعني شو هيطلع طيب اول اشي البسط هيطلع two minus four i في negative i over negative هنطلع برا وهنا i بشكل عام هيطلع الناتج اش ندخل الاي هون negative two i negative مع negative هيطلع positive طيب بس في عنا negative ثاني اللي هو i square يعني minus four over i square negative negative مع negative هيطلع positive اذا over one اذا هيطلع الناتج negative four minus two i اللي هو عصورة a plus bi عين طيب هذا ونتهي بعد انكمل شو位 شو位 طيب نكمل على نفس الموضوع ونأخذ مثال آخر مثال جديد تقريبا نفس الفكرة لكن هي أفكار تنواع فنحاول نحل قدر الإمكان من الأفكار اللي ممكن تتجاه لهذا الموضوع السؤال بحكي مثال بحكي 1 plus i مضربة بz طبعا z مجهول مجهول ما بنعرفه plus 3 minus 2i 3 minus 2i minus أو equal 5z plus 3i طيب شو المطلوب مننا المطلوب أنه solve find z يعني كيف نطلع z نبدأ خطوة خطوة نخلي z أطرف وباقي الأعداد على الطرف الثاني بعد هيك نعمل simplify بنعمل conjugate بنعمل الأفكار اللي أخذناها قبل شوية يعني negative 5z لأنه نقلناها من الطرف لطرف ضل إشي فيه z ما ضل إشي فيه z ما نحط يساوي طيب على الطرف الآخر شو فيه عندنا 3i شو فيه شغلات هنا ما فيها z اللي بدنا إياها يعني على الطرف الآخر plus 3 plus 3 حتصر negative 3 minus 2i حتصر plus 2i هيك تقريبا بدينا بأول خطوة خلصناها طيب بما أنه جمعنا كل إشي فيه z على طرف كيف ننخلي z لحالها أخذها common factor يعني بصر لنا z مضروب فيه كل إشي جوه اللي هي 1 plus i خدناها عامل مشترك يعني minus 5 equal to 3i minus 3 plus 2i طيب نعمل بشكل سريع تبسيط z طبعا حنقسم على العدد z equal 3i plus 2i 5i 5i minus 3 يعني 5i minus 3 over العدد هذا 1 minus 5 minus 4 plus i طلعنا z احنا تقريبا طلعناها لكن لسه مش زي ما بدنا إياها بالظبط احنا بدنا إياها على صورة a plus bi اذن عشان نبسيطها ونعملها تسيبلي خي نعمل conjugate تعلمنا قبل هتصير negative 4 minus i negative 4 minus i شو حيطلع الناتج هتصير 5i minus 3 بين قوس قوس الآخر negative 4 minus i over هون شو حيصير عندنا زي ما حكينا أي عدد نضرب بالconjugata وحيصير a square plus b square a 4 و b 1 إذن 4 square أو negative 4 square plus 1 square يعني بتسهل عليك تختصر بشكل سريع طيب البس هنضربه بعضه حيطلع لنا 5i ضرب minus 4 شو حيصير negative 20i طيب negative بصير positive plus 5 طيب negative negative بصير لنا plus 12 plus 3i طبعا كل الحكي هذا over age 4 square حيطلع 16 plus 1 17 إذن الناتج الكاملا هيطلع negative 20i plus 3i negative 17i plus 17 over 17 أو بصورة أخرى هيطلع لنا z is equal to 1 minus i هيك بكون نحل طلعنا z مثال جميل وبسيط يعني وحلو ترجمة نانسي قنقر